اشتركوا في القناة منطقة اسمها فريج المعاودة وفريج مراد وتحديدا تحديدا يعني مقابل زمان كان في عيون طبيعية موجودة الناس تاخذ تشرب منها وتتحمم فيها فبيتنا كان نحن مقابل عين الحمر في فريج مراد معروفة هذه وفريج يعني اتسم بالخليط المتجانس الأهلي أغلبهم الناس كلهم مرتبطين بصورة واخرى بالنسأب أو بالعائلة فهذا أثر كثير في اننا كنا الفريج اللي هو كان البيوت ما في باب يتسكر وبعدين ما كان عندنا مثلا وانتش بتغدى في بيتنا ولا بيت جدتي ولا كذا احنا كنا ندخل اي مكان وتغدى في اي مكان يعني فالناس داخلها طال عذا فيه اكل تقعد تاكل وتمشي غدا عاشها مو مهم فهذا اللي كان يعني خلقت نوع من يعني الحميمية يعني بين بين وهي طبعا سوك أغلب فرجان المحرك أمانة يعني مو بسهنا يعني ولكن نحن تربينا وتمشينا في هذا الوقت وطبعا في مقابل بيتنا كان فيه ايضا مطوعة سكينة مطوعة سكينة الله يرحمها هي من اللي كانت تدرس القرآن فكنا نطلع من الباب نخش في الباب هناك عندنا مقعد وتدرسنا القرآن في مطوعة سكينة بيت درويش تحديدا ونشأنا على هذا الشيء يعني وبعدين طبعا يعني احنا طبعا بعدين يعني لما جات يعني صرنا يمكن في عمر الأربع سنين أو ستة خمس سنين احنا رحنا للسعودية الخبر الخبر يعني هي هي مدينتنا خنقول ليس الثانية هي ممكن الأولى لأننا عشنا فيها أطول فترة في حياتنا فأنا من عمري أربع سنين إلى غاية ما خلصت الثاني ثانوي أول ثانوي عفوا كنت في الخبر لغاية سنة ستة سباط عشر سنة في الخبر الخبر كنا طبعا أبوي كان يشتغل الله يرحمه كان يشتغل في شركات المؤسسة كانوا بالسفريات وكننا في شارع خالد ساكنين في عمارات الكعكي وكانوا السفريات المقابل فشارع الملك خالد هذا من الشوارع المنطقة يعني من أرقى الشوارع اللي كانت في ذاك الزمان كان في محلات يعني تخيل في الستينات كانت في محلات يعني سوبر ماركتات وفي عربات بتحط كل كذا تخيلنا في كان محلات الكوهيجي بتبيع الروليكس هذا يعني في ال 62 63 64 يعني في ذاك الفترة كنا جدا صغار وكنا يعني نذكر الخبر كانت هذه يعني يوم الخميس تحديدا بتنزل باصات شركة أرامكو من الظهران موظفين أرامكو الأمريكان بينزلون كلهم وعوائلهم الخبر على اساس التسوق والتبضى باعتبارنا فيها محلات الاسطوانات ومحلات الموسيقى في ذاك الزمن كانت الخبر ما شاء الله عليه يعني شي كبير وحنا عشنا في هذه يعني هذا الشارع تحديدا فدرسنا في مدرسة الخبر الثانية أنا وأخوي جاسم أخوي جاسم طبعا ترك الخبر ورجع البحرين كان تصور عائلي أنه ممكن يعني يلتحق وحنا راح نرجع البحرين خلال سنة سنتين فهو عساس ما يخسر السنة خليه يرجع للأسف مدت بسنين طويلة وظلين نحن في الخبر وهو ظل في البحرين أخوي جاسم فذاك الفترة كانت شركة شركة أرامكو تقوم بتمويل ورعاية الكثير من مدارس فحنا حظيظين نحنا كنا في المدارس يعني كانت على قلتها في ذاك الزمان مدرسة الخبر الثانية مدرسة الخبر الأولى اللي هي فمالية العمال حق الإعدادية وأيضا مرحلة ثانوية مدرسة أخرى كنا ذاك الزمن كنا يعني على الطريقة الأمريكية اللي بنشوفها في الأفلام أن يطلع الواحد من الصف ويروح عند خزانة ويغير فيها غراضة ويرجع الصف الثاني هذه كانت الخبر وهذه كانت مدرستنا كانت تقدم لنا وجبة يومية تعليم رائع كانت يعني شيء كان مدرسين أمريكان مدرسين النجارة من أستراليا يعني ذاك الزمن فأمانتنا نحن حافظين جدا بأن نحن عشنا وتراعنا فالخبر والمنطقة هذه يعني بلدنا يعني خنقول عشنا فيها أحلى أيام حياتنا رجعت خلصك البحرين لما وصلت أنا مرحلة خلصت الأول ثانوي واستعدادا للجامعة وفعلا كان الأهل بكل فترة الوالد يعني بصدد أن هو يرجع يقين في البحرين فبعد ما خدم فوق العشرين سنة في السعودية فأيضا أنا جيت قبل وقعت في ثاني ثانوي مرست البنامة الثانوية ودخلت فيها ورحت طبعا خدت ثاني ثانوي توجيهي أذكر أنا جيت من الخبر وأنا كنا يعني دراساتنا كلها بالإنجليزي أشياء كثيرة يعني الكيميا ولكذا كلها مصطلحات إنجليزية فجيت أنا البحرين قدمت أوراقي أنا شخصيا رحت للوزارة والتعليم وما راح أذكر أسمها بس قابلت بعض المسؤولين الله يرحمهم ودخلت يعني بكل جرعة وذي ذاك السن يعني قلت لا أنا أبغى أنقل المدرسة شافني قال لي أنتم وين يا من اللي قلت لا أنا في الخبر قال لي طيب نخليك في صف أول ثانوي أول ثانوي يعني ممثل وقلت لا نعم شو مستوهنا سودي متحان سودي متحانا الحين وقرر شو أنا وين تحطني بس لم أستوه فهو استغرب الجرعة والثقة قال لي لا 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 تفضل تفضل روح عند الشي اسم لا وهي في الوزارة وقال لي تفضل روح المرسة الثانوية عند الأستاذ الحمرة وما تذكر وهي ورقة وعطيها فرحت هناك شافوني حطوني في يعني هو طبعا الصفوف كانت تصنف يعني ذلك الفترة يعني نقول الصف الثاني ثانوي يعني يعني رقم واحد هما أشطر بعصا رقم اثنين أقل شطارة ثلاثة أقل أنا سأضعوني في أربعة اللي هما أقل شطارة اللي عندهم مشاكل يعني الطلبة يعني المشاغبين ومستوياتهم التعليمية في الأول أقل مستوياتهم فحطوني هناك يعني كنت جالس في الصف غريب يعني 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 واحد ما لي علاقة بما أحد يعرفني يعني فلما قعدت وكان أذكر درس كيميا أحد السادة الأفاضل من الأردن حسب ما أذكر يسترجع مع الطلبة يعني أول يوم دراسي يعني يعني من يعرف معادلة حمض الكابريتيك من قيطة الصبورة يكتبها فما أحد رفعه فأنا رفعته لي وقلت على الصبورة كتب H2O SO4 H2O SO4 هذا المعادلة الكيموية حمض الكابريتيك فهو كذا نزعج وقال لي يا أنت تتفلسف علي قلت له خير إن شاء الله قال لي لي مين لك هذا تكتبه بالإنجليزي قلت له أنا يا أستاذ أنا أنا جديد في المدرسة وجاي من السعودية درسنا الكيميا بالإنجليزي فما أعرف لغة ثانية غير الإنجليزي حقا أكتب لك ما كانت تكتبه بالعربي مهم درسوها بالعربي فهو يتوقع أننا نكتبها بالعربي يد 2 كب ألف أربعة بعدين عرفناها فأذكر هذه من الأشياء الجميلة في الصف فأمانة يعني حظيت باحترام وتقدير الأساد أذكر أستاذ وجيه الله يرحمه درسنا كان اللغة العربية وكان دائما يعني يعني معروف أستاذ ما شاء الله يعني دقيق وشديد شوي فأنا كان يعني كنت أطلع طبعا الأول بالراحة مع كل يعني كل يعني أنا عندي مستوي الحمد لله زين وذي فكنت أطلع الأول بالراحة يعني وكنت أخذ علامات كاملة فأذكر كنت مع الأستاذ وجيه كان يعني يعطيني يعني من خمسين يعطيني 49 درجة قلت لي ليش 49 أنا سويت كلها صح قال لي لا في شي خطأ اللي هو هذا قلت لي وين الخطأ وقعت في الجدال معه في الصف مع التلاميذ والله يعني هو هو طبعا انزعج في البداية كيف تملك أنت الجرة تجادلني بس بعدين يرتاح بأبوية طيبة قال لي عبد الرحمن أنت تستاهل العلامة الكاملة فأعطاني العلامة كاملة فالحمد الله يعني عشنا ذاك الفترة ودخلنا وانتقلنا للتوجيه طبعا كان معي العديد من الأخوة الأفاضل مثلا أخ جمال فخرو كان زميل دراسة في الصف ويضا في مصر لما رحنا ندرس فأيضا نفس الفكرة يعني مشينا وكننا الحمد لله زين خلت خرجنا ودخلت حدث ظروف دراسة طبعا كان أقول لك فأنا خلصت التوجيهي وكنت من ترتيبي إلى 27 على البحرين ماشا بكذ الفترة ما كان في بعثات متوفرة بكثير فللأسف يعني بس أبوي الله يرحمه يعني وفرنا كل الإمكانيات أننا نروح ندرس يعني أيضا على فكرة بس فهل يعني لازم كلمة نقال حق المرحوم الوالد أنا ما حصلت بعثة بس خواتي الله يرحم أختي سمية طبيبة حصلت بعثة من الدولة وأيضا اختي نادية حصلت بعثة من الدولة وراح أم مصر سمية الله يرحمها درست طب وناديا درست بيولوجيا علم الأحياء الله يرحمه والدي أذكر كتب خطاب حق الخوات الثمثين كل واحدة في سنة مختلفة خطاب حق وزير التربيع والتعليم أنا ذاكي يشكره على البعثة ويعتذر عن قبول البعثة لأنه هو مقتدر أن يصرف على هذه آلة فكان يقول يجعل غيركم يستفيد منها بهذه الروحية نحن طبعا تربينا الله يرحمه الوالد نحن يعني في تقدير حق الناس وتقليبنا الذات كثير يعني رحنا مصر ومصر طبعا ظلنا لمدة كذا شهر في القاهرة بانتظار القبول وما كنا ندري وين راح نكون موجودين أنا قدم طبعا طب حصلت هندسة في البصرة ما رحت حصل طب في حلب ما رحت نحن كنا نقدم بالمراسلة نرسل أوراقنا أو نرسل مع أحد الطلبة لنعرفهم مصر نفس الشي فلما قدمنا حصل طب في اسكندريا ماشا الله ذلك الأيام كان الناس تحب القاهرة ما تحب اسكندريا يعني كل طلب البحرانيين متحدثين كلهم في القاهرة بس يعني شاءت الظروف رحتنا إلى اسكندريا وكملنا مشوار الطب لماذا ذكرت الناس أقدع الناس يعني الاسكندريا كنا عايشين في عمارات الشاطبي من العمارات يعني الفخامة يعني ذاك الفترة السبعينات البر كيف الأرض والطاولات والأشياء يعني في كنا عايشين ما شاء الله حياة طيبة يعني وكانت المستوى المعيشي ما لنا يسمح نحن يعني فدرست الطب هناك بس ذاك الفترة أخوالي يعني السبعينات 73 74 حرب اكتوبر وإلى آخره المد القومي والمد اليساري زيارة السادات اسرائيل وإلى آخره هذه يعني والطلبة كانوا عمليا هما يعني يشتغلون بالسياسة ليل نهار وهم يطبخون يشتغلون سياسة فإحنا رسنا استثناء عن ذلك أنا شخصيا مستثناء فأصدت بالقوم العام إحنا مو بس تأثرنا إحنا كنا يعني يعني نتأثر ونؤثر أيضا يعني صرنا يعني يعني نتسيد الموقف ونقود الموقف فأنا كنت من الناس اللي يعني يعني بين قوسين قياديين في الحركة الطلابية فالتحاد الوطني طلبة البحرين بكل مراحلة ودخلت الهيئة التنفيذية لالاتحاد فالتحاد الوطني انطلبت البحرين في القاهرة هو مكان لا مقر فالتحاد الوطني فالتحاد الوطني في القاهرة الفرق فروع 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 في القاهرة في الإسكندرية بغداد البصرة الكويت الاتحاد السوفيتي حلب أنا كنت من القيادين في مصر بشكل عام تحديدا في الإسكندرية وبعدها طبعا انتقلت إلى مراحل أعلى صرت من القيادين الاتحاد الوطني طلبة البحرين بشكل عام الهيئة التنفيذية فيه فأنا كنت ماسك العلاقات الخارجية والداخليين مثل الأمار الطويلة فكنا في حلكة سفر وترحال نحضر مؤتمرات ولقاءات وكلها طبعا سياسة في سياسة في ذاك الفترة هذه هي الهواية والواجب فطبعا كنا ندرس والحمد لله كنا ننجح أيضا ولكن الاشتغال بالسياسة جاب نتائج فسألتنا مراحلة الطلابية ودراس طب دراس طب في اسكندريا غاية سنة خامسة خمسة طب السنة الجاية انا اتخرج او اذهب الامتياز بحكمة التنقلات بحكمة اشياء كثيرة مناخ العمل السياسي في المنطقة العربية والبحرين ومصر احنا كنا تحت الصورة يعني معروفين بالاسماء عند الاجهزة الامنية كلها كنت انا في حد سفراتي راجع من بغداد راجع الى القاهرة وتم حجزي في مطار القاهرة وضعت يعني مدة ساعات في المطار القاهرة وتقرر ترحيلي من مصر بشكل كامل هذا كان تشهور والان انا اترحل من مصر على اي حال احنا كنا بعد عندنا انتماء سياسي عالي وثقة و الى اخره فبالتالي يعني نبلع الصدمة هذه كانت اول رحلة موجودة اترحل للبحرين وفيها اشكاليات ذلك الفترة في البحرين ممكن ايضا يعني نعاني مشاكل بشكل او باخر لو رجعنا البحرين في ذلك الفترة في مطالبات امنية محددة فانا قدرت يعني خنقول مصر وظروف مصر والضابط وكذا ويعني اخذ اول طيارة تروح سوريا تروح دمشق فرحت دمشق ومنها انتقلت الى بغداد وظليت حوالي سنة سنة وشوي من غير دراسة لانا ما عندي شيئة غسلة فصرت ابحث عن مكان دراسة اخر فحطينا المجال في بغداد بعد سنتين من انقطاع من دراسة الطب في اسكندرية قاعدت في بغداد هذه كانت تسعة وسبعين تسعة وسبعين الى واحد وثمانين تقريبا الى ما قبل الحرب العراقية وثمانة سبعين الى ما قبل الحرب العراقية طبعا الفكرة في الانتقال كان بالتشاول مع الوالد او كان قرارك لا 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 انا كان غسل اني لازم انتقل ما عندي خيارات اخرى انا رحلت من مصر وبالتالي لازم اروح مكان بس الاهل طبعا يعني كان يتواصلون معي بس خنقول يعني ما يملكون اي شيء اخر يعني لا اصد المشورة الفكرة الفكرة حلت موضوع البداء المتاحة ذلك الفترة يعني مصر رحلوني منها الان وين اروح منطقة العربية خلني احاول غيرا انا كنت يعني خنقول منغمز في العمل السياسي يعني كان كنت يعني يعني ما استمع الى نصائح كثيرة من الاهل امانة في كل فترة عندي قناعات السياسية ومستعدة ضحي فيها الى الاخر فبالتالي يعني بس كنا نتشاور مع الاهل يعني كان مثل حركة القومية العرب وشل هذا كان يتأثير يعني احنا ما ننتمي للتيار القومية العرب احنا ننتمي للتيار اليسار بتنوعات وتشعبات في ذلك الفترة فكنا يعني متشربين بالافكار الاشتراكية واليسارية الى اقصى ما تتصور المهم انا في بغداد كان في المعارضة للمنخ السياسي مصر والبحرين والخليج كنا ننتمي للمعارضة السياسية ولكن بشقها الطلابي بس الطلاب هم اكثر ناس صوتهم عالي فبغداد يعني كان ذلك الفترة طبعا احنا كنا لاتحاد الوطني طلبة البحرين كان في تحالف بين التيارات اليسارية البحرينية جبهة التحرير جبهة الشعبية وتيار البعثيين العرب البحرينيين وكان الاتحاد الوطني يضم هذه التيارات جبهة شعبية البحرين فلسطين لا 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 جبهة الشعبية في البحرين اللي هم الان يعني الوريث لهم حركة وعد واجبهة التحرير اللي انا كنت نشيط فيها اللي هم الان التجمع التقدمي في البحرين والبعثيين الان لهم وضع مرد بس الفكرة كان الاتحاد الوطني هو مشكل من هذه التيارات عمليا ويتأثر ويأثر فيها في بغداد بحكم علاقاتنا مع التيارات البعثية والتيار البعثي حصلت قبول في جامعة بغداد لدراسة الطب تكميل دراستي استكمال دراستي يعني اعتبره ممكن يكون كان كانوا مكافحة لحضرتك على فكرك لسه ما انت هنا فاحنا خدت الطب قبلت انا كنت في سنة خامسة في العراق استقرر يضع طونيس سنة رابعة يا اخي غير بدل وصلت خامسة وهي شهاداتي وقال لك لا انت تروح سنة رابعة لا وعيد سنة رابعة وانجح فيها بس انا طافت عليه سنتين وتنزيل سنة يصار ثلاث سنوات فهذا كله من عمري من عمري الاكاديمي التحصيلي قاعد يتأثر رغم ذلك احنا مستمرين في العمل والكفاح على هذه مصرين ومستمرين والدراسة تمشي قد تأخذ الاولوية الثانوية فترات معينة والسياسة العامة في العراق هكذا متوقف معهم لا احنا كنا على خلاف معهم طبعا احنا نمثل اليسار وهم يمثلون التيار القومي هل ستبقى مشاكل في العراق؟ طبعا هذا اللي راح اجيلك فهنا كنا مشاكل تشاء الظروف هناك ان يتم حظر الحزب الشيوعي في العراق فترات معينة وتأتي الحرب العراقية الإيرانية وانا باعتباري اميل التيارات اليسارية والشيوعية والاخره كنت ايضا في سفر ذلك الفترة الى لبنان فصارت الحرب العراقية فتأتيني برقية من احد الزملاء من تيار البعث بس يشعرني فيها وشكرا الله طبعا انه قال لي عبد الرحمن لا ترجع بغداد انت مطلوب في بغداد امنيا صدمة جديدة ايضا انا الان لما درست في بغداد ونزلت سنة ودخلت سنة رابعة وراح اوصل خامسة اتخرج ممنوع من دخول العراق ورغم ذلك مصرع لقناعة ما تتغير نبنا قناعة نفنا دونها هذه مسألة العقائدية هي مشكلة يعني مسألة مهمة جدا ما تتغير الانسان العقائدي ونحن كنا عقائديين حتى النقاع يعني حضرتك كنت من 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 ارتدوا المعاقة الحمراء البحرية طبعا 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 نحن من ذاك الجيل اللي اشتغلنا بالعمل السياسي طوله بأرض طيب فانا ظليت في لبنان وسوريا ذاك الفترة وايضا ممنوع من رجوع العراق ودراستين قطعت المرة الثانية ودخلت في حالة نسبيا حالة اكتئاب ظليت فترة طويلة هنا طبعا جاي دور العائلة لمحرطك قلت لك رسالة انت ما ترقاك عليك خير انا كنت في لبنان في لبنان وقلت رسالة اي احنا كنا في الصيف والحرب العراقية بدأت الإيرانية ويعني الحسابات السياسية عند البعثيين ذاك الفترة يجب إبعاد الناس المشاغبين ولا ما ينتمون لهذه فانا كنت من ضمن المجموعة اللي يجب أن تبعد من العراق فانا نصيحة من احد الزملاء البعثيين انه لا ترجع انت مطلوب امنية في العراق هذا هو كان والشكر له طبعا هو لا يزال يعني موجود فظليت في سوريا ايضا حوالي سنة سنة ونص سنتين من غير دراسة وظليت ابحث عن امكانية الدخول الدراسة ف يعني شي شي مؤلم ومضحك ومبكي في نفس الوقت بعدين حصلت قبول في سوريا بعد يعني خنقول اربع سنوات او خمس سنوات من تركيا الاسكندرية انا كنت بتخرج بعد ست شهور جمعت علينا سنوات فدخلت في سوريا كلية الطب وهم قالوا طيب احنا نقبلك سنة خامسة ما في مشكلة ولكن فرق المنهج عندنا فرق في المنهج في المنهج بالعربي تدارس بالانجليزي وهناك سيستم يختلف فحنا عندنا يعني تدخل سنة خامسة ولكنك مطالب بدخول امتحانات مواد التالية انا مطالب اني انا اسوي امتحانات في مواد مسميات مختلفة الطب الصغير والطب الكبير والجنيني لي مش اعرف ايش وقس على ذلك فحملت به ثلاثة وعشرين ماده من مختلف السنة من السنة اوله وثانه وثالثه ورابعه على اساس يقول لي انت تخش سنة خامسة ورين شطارتك لكن انت محمل به اللي هي عمليان كل مناهج السنوات الاخرى هاي مصيبة هاي شان اطلع منها وباللغه العربية يعني طبعا العمل السياسي والحزبي كان ما اخذ وقتنا بالكامل فاصبت بحاله من اكتئاب اكتئاب حسيت روحي ان انا فعلا بديتي يعني افقد قوتي وافقد الرغبة وافقد يعني العمل السياسي اللي اديه كواجب يومي كل ما ولكن حب الحياة والتعلق بالطب والتعلق بالمستقبل صار كل شي ضرام لان هذه يعني تعتبر يعني التحدي ما اعتقد راح اتجاوزه يعني لغة عربية وكل مناهج الدراسية ما تصط اول وثاني وثالث ورابع لازم اقدم تحانات فيهم وانجح ثم اقدم سنة خامسة وانجح وقوم بتخرج هاي بلول هنا طبعا انا قلت خلاص انا اللي يكون ما يكون انا راح اترك العمل واترك الدراسة وراح ارجع البحرين والتحق بايشي اذا الامور سمحت بذلك يعني اشتغل مع الوالد او مع اشيه فاتخلى عن الطب قل لي عبد الرحمن انت ما ترجع البحرين الا طبيب سكر عفوية انت ما ترجع احنا معاك لاخر شي واحنا معاك واكفين معاك لاخر عمانة ان هذه الكلمة غيرت فيني كل شي دخلت الامتحانات كل هذه اللي تشوفها كلها دخلتها اتذكر جمع الامتحانات اتذكر كنت في يوم الايام اخش ثلاثة امتحانات في نفس الوقت الصبح والظهر والأصر ودخلهم ومشي ومشي يا اخي غريبة من مجموع ثلاثة وعشرين مادة خلصت حوالي واحد وعشرين مادة نجحت فيهم او ثلاثة وعشرين مادة طبيب من جديد لبسنا الكوت الابيض ولبسنا ندي ودخلنا وخلصت الموارد كلها وخلصت سنة خامسة ونجحت لكن كنت ممنوع بالتخرج بسبب ان لا في الجامعة اكتشفوا ان في مادة واحدة وهي مادة الاحصاء كنا نأخذها في العدادي في الاسكندرية نأخذها في العدادي ونطلع فيها الى اي سنة فاضلة ونقدمها في اي وقت مادة اتنست من عندي انا بس في الشهادات موجودة ان انا ساقط في الاحصاء في العدادي اللي في اسكندرية انتبهوا لها الجماعة في سوريا بعد ما نخلص سنة خامسة يعني الاحصاء صارت حجر عصرة لتخرج خلق مادة الحصاء مادة حساب وكالكوليشن يعني شغلة ما لها علاقة بس المهم ان المدققين في سوريا في الشهادات اكتشفوا هذه وقالك لا انت لازم تقدم مادة الحصاء انا ما اعطينا قياها طيب اقدم ان شاء الله قال اي بس انت ننسف كل تخرجك اللي سويته مادة امتحانات سنة خامسة كلها ألغيت فلازم ارجع اقدم مادة الحصاء وبعدها ارجع اقدم امتحانات سنة خامسة واحسب هذه يعني انظر ست شهور زيادة ولا تسع شهور زيادة يا اخي شا اقول لك يعني كانت شي مؤلم جدا وبعد صدمة لكننا نقول الصدمة اللي ما تكسرك تقويك وهذا اللي صار فعلا صرنا يعني صخر جلمود يعني شي شي ما يهم ما يأثر فينا شي فقدمت الحصاء خلصت دخلت امتحانات التخرج كلها دون استثناء وفي اذكر ديكاتا قلت ما كنت مقدم مادة قلت لقيه بس أنا سقطوني لان لما يسمعك يقولي برع 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 انت ناجح فل علامة كاملة يعني كانوا يتعاطفون معاي كيف انك انت يعيدون لك امتحانات التخرج طبيب طبعا فالمهم التشائل يعني المهم خلصنا الحمد لله اخيرا سنة 85 84 ما اتذكر بالضب 84 خلصت بس بتأخر حوالي خمس سنوات عن سنة خامسة طبعا يعني دفعت ضريبة الانتماسيس دفعت بكل فعالية ولكن خلقت منك انسان يعني اعتقد ان انا يعني صلبا ما فيه كفاية ثم يعني الانتماء السياسي سهل وصولي الى المانيا المانيا الشرقية اه يعني حصلت قبول وحصلت دراسة ودرست الطب فهنا كان يعني دخلت في يعني عشقت الطب صرت اشتغل طب ليل نهار اخذ ورديات بدون انقطاع كي اني ابغي احرق المراحل ابغي اعوض انت حرقة مسافلة الالمانيا الشرقية تكمل دراسة ما فيه دكتورة مانستير فيه تخصص انا اخترت تخصص انفو اذن حنجر فروحت للتخصص فروحت التخصص هناك تعمل ما تدعم في جامعة وما شابه نشتغل في المستشفيات فاشتغلنا في المستشفيات الكبيرة طبعا الفين سرير ومش عارف ايش يعني مستشفات ضخمة يعني امكانياتها هائلة رغم ان الالمانيا الشرقية تختلف عن الغربية ولكن في الطب ما كان فيه فروقات تفكر المهم احنا مشينا في المانيا ودرسنا وتعلمنا وتدربنا ويعني اشتغلنا شغل جدا كثير اثناء هذه الفترة شفنا انهيار المنظومة الاشتراكية انهيار التحارس البيت وسقوط جدار برلين هذه كلها احنا كنا هناك فاحنا نبنى ميون الاشتراكية ويسارية وشيوعية ونفاجأ بان النظام هذا ينهار طبعا نشاهد ان ايضا الناس كلها الناس العاديين انا كنت في مجتمع الاطباء وناس يعني احنا نسموهم الاليت ناس النخبة كلهم له موقف ضد اليسار وضد الممارسات اللي كانت موجودة لا اسباب طبعا كثيرة انا ما راح ادخل في تفاصيل تحليلات من هذا النوع حاليا ولكن تأثرنا بشكل جدا قوي بهذه التغيرات وشاهدنا كيف ان النظام السياسي هذا الناس ما تريده هل حضرتك في الوقت كان عن قناعات اللي الناس ما تريده ولا حضرتك كنت حاسس ان هو لا يصلح لهذه الزغطة لا 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 احنا يعني يعني كان السائد ساعتها من الناس لا تريده فها على منطق مثلا شواء الخطأ العبر الروسيانة لا هو اللي صار هو اللي صار انه يعني مجيء التغيرات السياسية اللي صارت في التحار السوفيتي غيرباتشوف والغلاسنوست المصارحات والاشياء هذي وتجديد تأثر فيها الشارع ذاك الفترة المانيا تحديدا كانت مهيئة لان الالمان هما شعب واحد شرق وغرب وتقسب فكانوا الناس يعني اش اقول لك خاصة في المجتمع الطبي اللي كنت انا عايش فيه تشوف عندهم اراه مو اراه متطرفة سياسيا او اراه يعني كلهم بروفسورات وكذا مستويات يعني ويروحون العالم كله ويرجون لكنه كان عندهم رأينا يعني احنا نتجاوز هذه المرحلة فالناس كلها الشارع كله دون استثناء التحول الى الى خنقول يعني المطالبة الحضارية كانوا الناس داوم لما تخلصون داوم الساعة اربعة اربعة ونص يتجمعون وين في ساحة المدينة يضعون شمع صامتين لا في تكسر لا في تحرق لا في يحيى ويسقط وهذا الكلام كله ما فيه فهذا غير شفنا شفنا التغير السلمي الحضاري وهذا طبعا اثر فينا بشكل كبير ان ان بعدين حتى بالتحاري السوفيتي سقط يعني يعني نحن نصير اكثر من السوفيتي فانحن بعد قناعاتنا شوي شوي تغيرت لا زالت طبعا بذي لكن القناعات اللي كنا فيها قبل بلا شك انها كانت فيها دفعنا ثمان ولكن هذا جزء من من الثمان يدفع اي انسان في حياته وهذه خلقت كان اعتزال الشيوعية ولا الآن طبعا لا طبعا تغير الناس كلها تغيرت هل كان اعتزال الشيوعية في هذا الوقت؟ لهذه الفترة طبعا سقطت سقطت النظام الشيوعي اكيد لما سقط بالنسبة للخناعات كان اعتزال الشيوعية كان مراجعة كبيرة بس مراجعة هادئة ورصينة للمواقف السياسية اكتشفنا نحن عندنا ممارسات يعني نحن مشينا في الطريق للاسف ما كان يوصل لمكان صحيح فنحن طبعا طبعا مراجعة يعني الآن بعدين خلنا نلاحظ يعني قمنا نلاحظ بعين مفتوحة ان البلدان اللي كنا نروح كلها بلدان فاشلة كلها سقطت بشكل او باخر عندهم مشاكل منطقة العربية بلدان خليج تحديدا اللي كنا نعتقد ذي يعني اسر ملكية و الاخره هم اللي سواوا الحضارة هم اللي بنوا و سواوا الجامعات فيها استقرار امني وسياسي واقتصادي استقرارا من الجمهورية يعني كتفنا ببلداننا احنا اولى بالولاء حق هذه البلدان هذه بلدنا نحن نشوف الاستقرار فيها نشوف الخير فيها ما احنا كنا ندور عليه في التحاري السوفيتي الخير عندنا هنا و كل شي عندنا استقرار عندنا بالتالي هذا يعني يعني خلق موقف احنا الان نعتز فيه ان احنا متبسكين بهذه البلد وهذا النظام وهذه السياسة لا نتنصل من تاريخ لا نعتز فيه في كل الوقت لانها هي جزء من التاريخ ولا نشمت فيه اي شيء ولكن انتنا عدنا فيه الان انما نتكلم عن مرحلة دراسية ومرحلة كذا كذا الان هذه تخلق منك اذا انت كنت في الوقت السليم والصحيح انك انت تخدمت هنا المفاجهة الاخرى تقدمت حق العمل في السلمانية في قسم الانف والاذوم والحنجرة وانا جيتهم يعني من لا شيء يعني هكذا طبيت عليهم يعني هم كل الخريجين اللي يشتغلون في السلمانية كانوا مبتعثين من السلمانية و ذات الصحة هم دربوا عندهم يعرفونهم ارسلوهم تابعوهم شافوهم كيف يتطورون انا جيتهم من لا شيء هلون طب انا جاهز خريطة كبيرة فلما جيت السلمانية امانة ان يعني الزملاء يعني يفوجعوا فلما جيتهم طبيب كامل متخصص و الاخره و من المانيا هني صارت نوع من يعني وين نحط هذا الشخص وين نودي يعني شون يشتغل عندنا ما نعرف عنا شيء فاشتغلت في المانيا لهم اسطوبهم في الدراسة في الطب والتعليم والتخصص عندهم طريقة و خريجين الاخرين الزملائي هم ايضا غالبياتهم من المدرسة الإنجليزية و أنا مدرسة فكنا في البداية ما كنا نكمل بعض كنا كأننا مفرقين عن بعض نختلف مهنيا نظرتنا فأمانة أمانة يعني أنا حسيت أن أنا ما أعطيت المنصب اللي أنا أستاهله من أول مرة فظليت أيضا سنوات لغاية ما صرت حصلت أهلقة بطبيب استشاري مع أنك كنت أنا أستحقا من ثاني يوم بحكم شهادتي وتخصصي لا أنا جاي بالشهادات المطلوبة والتمرين المطلوب ليش ما أعطي هذا المنصب فعلي حال هذا جزء من الماضي استمتعنا بالعمل في السلمانية و إلى آخره تدرجنا في السلمانية في العمل صرت رئيس القسم لفترة معينة ثم تركت رأس القسم و طلعت واستقلت و وصلت بالكامل في القطاع الخاص طبعا أنا مثل ما قلت لك نحن عشنا طفولة في البحرق و قضينا جزء كبير جدا منها في السعودية والدي الله يرحمه كان يشتغل على كانو والدتي هي بالأصل مو من البحرين هي من دبي والوالد ذاك العمر قرر أن يروح دبي و يزوج أمي الله يطول في عمرها إن شاء الله طبعا طبعا نحن أخوان خمسة أخوي الكبير جاسم مهندس و عندي أنا طبيب بعد يتأتي أختي سمية الله يرحمها طبيب وبعدها يجي أخوي خالد هو مهندس و وكيل وزارة في وزارة التربية والتعليم حاليا و أختي نادية دكتورة نادية هي دكتورة في علوم التغذية و كانت أستاذة في جامعة العلوم الصحية و الآن تقاعدت فإحنا هاي الأخوان ما شاء الله كلكم نادين دكتورة و همسين ففي عملية نقوم الله يحفظك نحن في ذاك العمر الله يرحمه أبوي كامل الناس القلة اللي في ذاك السنين كانوا عندهم القراءة هذا واجب مثبت أبوي بكل المعايير عندنا يمتلك مكتبة يعني احنا ما نملك ولا واحد على عشرة منها مكتبة ضخمة قارئ نهم لكل أنواع القراءات الإنجليزية والعربية أصلا بشكل مباشر على هو كان شخص مثالي جدا يريد يعني يكرس حياته لتأهيل وتدريب وتعليب عياله و احنا كلنا هاي تأتي نادرة لما كنا صغار قبل أربع سنين خمس سنين عمرنا أقل كنا ننبس نظارات كلنا ننبس نظارات أبوي أمي أخوي أخوي أختي كلهم ينبسون نظارات ففي البحرين ذاك الفاترة كان ينبس نظارة يسمون هذا مثقف فأحنا كنا في الفريج يقولون هاي عادة مثقفين ننبس نظارات ننبس نظارات هاي فلسفة هاي أخي ما شوف هاي فكنا احنا غرس فينا الله يرحم أبوي طبعا حب القراءة والتعلم وبين قوسين يمكن الإصرار الإصرار الشديد الله يرحم أختي سمية ايضا عاشت فترات معينة فيها مشاكل في الدراسة عندها في التخصص وكذا وسافرت كندا وراحت بريطانيا ولكن إصرارها العنيد جدا جدا خلاها الله يرحمها تصير رائدة بالرواد جراحة الله يرحمها ولكن هذه الدنيا هاي الدنيا هو أمانة أصعب شي عندي كان خسارة مرحومة سمية الله يرحمها هذا من أصعب خسارة البحرين الله يرحمها يعني كانت فعلا يعني يعني خطفت هكذا القدر يعني أخذها الله يرحمها طبعا بشكل مفاجئ 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 مفجئ يعني كانت تقاعدت من السلمانية وانخلطت في العمل الخاص كانت تتروح وتي السعودية بشكل متكرر تؤسس حق سلسلة من المستشفيات والخدمات العلاجية لغسيل كلها للسعودية كلها ماسكا البرنامج هالي برنامج كبير عالمي فكانت تتروح يوميا الفجر وترجع المغرب من السعودية وتروح لحفر الباطن وترجع يعني مثلا يعني كانت كثير عليها المشوار واحد السفرات طبعا الله يرحمها صار حال السيارة فأمانة خسارة أختي سمية كانت أكبر شيء عندنا أكبر يعني للأسف ما قادرين نتخلص لحد الآن يعني دائما ما قادرين نحنا نقول الإنسان فيه أشياء كثيرة مع الزمن تكبر إلا الحزن مع الوقت يصغر ويقل فاجعت المرحومة سمية يعني لا زالت موجودة ولو أنها طبعا ضلنا نحنا شهور طويلة ولكن الحمدلله رب العالمين قدر الله ما شاء بعدنا خسرتها والبركة فيكم طبعا الله يعلم وطبعا خسارة الوالد بعدها يعني شيء فاجعة أخرى ولكن يعني ظروف الكورونا وظروف كذا حرمتنا مننا نشوفها آخر الأيام يعني وصيب بالكورونا ومضاعفاتها وتم دفنه من غير ما نشوفها ونبقي الوضع عليه هذا كان شيء مؤمن جدا ولكن الحمدلله رب العالمين مواقع التواصل الاجتماعي أنا بالصدفة أمانتا دخلت عليه كنت يعني عندي موظف كان وقال لي ليش ما تسوي لك حساب انستجرام وسوي لك كلمة كلمتين سويت شيء بوست بوستين بعدين دخلنا في مساء نحن نسوي بعض الأعمال الفنية الخاصة بالعيادة والتطويرها والدعاية لها والآخرين أثناء العمل في هذه قال لي المخرج واحد يقال لي اخي ليش ما تتكلم من كلمة صغيرة حق الانستجرام فقلت لي يعني اشتبغي قال لي اي شيء اي شيء بس قول اي شيء أنا بصورك فسويت فيديو فيديو الشخير والاختناق الفرق بين الشخير والاختناق بي 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 يعني حركة بسيطة ان الشخير هذا والاختناق فهذا الفرق يعني فهذا لقى يعني صدى كبير أنا ما كنت متوقع الأمانة يقولون راح فيرال انتشر مثل النار يعني ففجأة لقيت ان في ناس يعني كثير تسأل وتريد وتبي تعرف متابعين فصرت انا يعني اش اقول لك دخلنا من الزاوية اللي احنا ما كنا نبقيها كنت بصمم شي حق الاعلانات العيادة فدخلت في هذا فبعدين حسيت انا انا يعني اش اقول لك يمكن ان جزء بعض من من السلوك المتأصل في انك انت في العمل التطوعي سواء كان بين قوسين ايام الطلبة والحزبي وذي او العمل التطوعي الاخر في جمعية الطباء جمعية السكري اسسناها جمعية الصداقة البحرانية العلمانية انا من مؤسسينها والاخره في دمنا فبالتالي انا قلت يعني في واجبنا يعني ان احنا نوعي الناس وكذا كان الفيديو الانستغرام لا يتجاوز الخمسة عشر ثانية فانت مطالب باخراض رسالة سريعة توصل حق الناس بهالبدراف فبديت يعني خلنقول اركز على مسائل التوعية الطب بشكل عام يعني مثل ما تشوفها هو ثقيل دم يعني يوصل معلومة توصل فلما تشرحها كنت تكلم الطباوي الناس تنزعج يعني ما تفهم التفاصيل فانا كنت ابسط المعلومة الطبية بحسب ما انا احب اسمعها لو كنت انا مريض في ناس ممكن ما تعجب لك والله هاي وايض بسيط البساطة هي الهدف منه مو تثقيف الانسان في الطب بقدر اعطاء معلومة معينة انا مو جاي عالد لاخ وليد لما اعطي المعلومة انا جاي اقول له بس ملاحظة انه مثلا كذالا الصداع مو كل صداع جيوب بثلا فلازم في اشياء اخرى يعني فهذا من هذا الباب انا دخلت فيه لقيت فيه يعني قبول وانا مستمر فيه يعني من غير اي يعني خنقول كليشهات ولا مش عارف من العكس اشتركوا في القناة